الخبر اولي عدنا عن ياسو ياحبايب ومرضها اللي يعتبر شوية خطير في ياسو ياحبايب فتحت بث مباشر وبهذا بث مباشر صار تشرح بينا شيء قاطع عن السوشيال ميديا وبنفس الوقت صار تقول انه بيها قرحة بالمادة اللي هو مرض شوية خطير لأسف يحتاج لعملية ياحبايب هل حطوكم الستوري اول مقطع شوفو فطلع معي بداية ارحى بالمعدل كثير صعبة عن جد الله اللي لا يدوقكم هاد شيء ابدأ كثير شيء صعب كثير مؤلم انهم فالحمد الله الدكتور بعدين عرف شو يعطيني ادوية فاتعوا لي ياحبايب بالكومنتات انه والله يشفيها ننتقل حاليا النور سار ياحبايب والتهجم المطبيع اللي تعرضت له بسبب تنزيل لأوحدة من الصور واللي اشعت عبارة هذه الصورة طالعة قدامكم لا استعلابت شوية ضيقة مثل ما شافيه الكومنتات كلها استلموها ياحبايب من تهجم ويحشون عليها فكتبوا لكومنتات استحقق التهجم او لا ننتقل حاليا ياحبايب بي بي سان تيكت والتهجم همين اتعرضت له بسبب تنزيل هذا المقطع رحطوكم يا شوفوا فايضا هواي من الكومنتات شاند يتهجموا عليها انوش استفدنا ومن هذا الكلام التهجم فكتبوا لكمنتات استحقق التهجم او لا ننتقل حاليا القمر طاية حبايب شنو صار بياها بالمختصر انو برحة بالليل حساب قمر طاية فجأة طار ولكن بعدها بكم دقيقة رجع الحساب فنزيل شفيت السوريات هي توضح شنو اللي صار بالمتابعيها لان هو اي شاعات طلعت انو هو تهكر او منور مرور هذا الموضوع فطلعت اي دافعت ووضحت هذا الموضوع رحطوكم استوريات شوفوها معا قمات بالموضوع سوفل اي اساس هي اي 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 شاعات طلعتها اي اي شاعات تعطقوه اي عادي حساب رحا شوية ورجعها تطير بطير صار بتصور برق العوائل ولمو مستهيل حصتيا اصلا وهاي اني والله والله العظل ماي اني عوفوا كل شي خلونا نكمل دعم الفيديو الاخير علاقائي قمي باسم تفاعله كل شي حلو بالنسبة لأورا غياب وأحبكم ننتقل حاليا لأحمد أبو الرب واستهزاء بطريقة غير مباشرة بأغنية نورستار بيزنس وبنفس الوقت أغنية أنس شايب اللي هي يخفي علينا رغم أنه أنس شايب واضح أنه مريد أحد يحكي عليه بالسوشيال ميديا ولكن أحمد أبو الرب نزل هذا اللي سوري صار يقوله هو يقدر الفن نوعا بطريقة استهزائية وعساس أغنية تخفي علينا بها فن ومدرشونه راح تكون لسوريات شوفوها يا جماعة هذا السؤال كثير مضايقني إنه شو علاقة الحب بينك وبين أغنية خف علينا أغنية بيزنس يا جماعة ما في علاقة أنا زالما بقدر الفن فقط إشي فن رائع بسمعه وبالختام يا حباب عن أي مو مان وليش هو قاعد يبشي فنزل هذا اللي سوري النوعا ما يبين إنه عيونه حمروا من البتش اللي هو قاعد يبشي فالغل المتابعين صارت وقعونه وديه يبشي على القبر الطائل اللي هو يحبها مادر الصراحة هو يشعدها تلاحظ شي شي اكتبونه بالكومنتات شو يرأيكم وبالختام عن بيسان السماعيل يا حباب بتنزيل هذه الصورة بمناسبة عيد الحب ولكن كاتب عليها من حب إليك ما عم نام الليل وبس شوية عم نام بالظهر واضح إنه مشتاقل الأناس شعب يا حباب لأنه حاليا مسافر هي مسافرة فكتبونه بالكومنتات شو يرأيكم وبصلوا لحباب من وصلت المقطع فجروا مقطع بلايكات شأنكم فهد زين من قادمة وقت القصص أحبكم مع السلامة